اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة من برنامج حكي عن مكشوف نستضيف من خلالها الأستاذ مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقياد السابق في حركة الإخوان المسلمين سنناقش معه في هذه الحلقة العلاقة ما بين حركة الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي خاصة تلك التي حملت الفكر التكثيري إضافة إلى قضايا التعليم في مجتمعاتنا العربية الفجوة الثقافية والعلمية بين مجتمعنا العربي والإسلامي والغرب وسنركز أيضا على موضوع الإرهاب خاصة وأن الأستاذ مختار نوح وضع الموسوعة الأولى التي تتعلق بالإرهاب خمسون عاما من الدم موسوعة العنف في الحركات الإسلامية المسلحة وهو الجزء الأول أهلا وسهلا بك أستاذ مختار أهلا بك أهلا بك أهلا لكن اسمحوا لي أعزائي المستمعين والمشاهدين أن نذهب في استراحة قصيرة ومن ثم نبدأ هذه المكاشفة في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزي في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من العنجيل والقرآن في القدس صلينا على الأسفل في القدس من في القدس إلا أنت في القدس دب الجند منتعلين فوق الغايم في القدس رغم تتاب إنك بات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاص الغايم موسيقى مرة أخرى أرحب بك أستاذ مختار أهلا وسهلا بك في برنامج حكا المكشوف حقيقة سأبدأ معك البرنامج حول العلاقة ما بين حركة الإخوان المسلمين وباقي الحركات الذي يطلق عليها الإسلام السياسي القاعدة داعش النصرى الجماعة الإسلامية إلى آخره من الحركات كيف بنيت هذه العلاقة الحقيقة إن في البداية كان فيه محاولات للتصنيف ما بين حركة وسطية وحركة عنيفة وحركة مسلحة إنما مع الوقت تم اكتشاف أن هناك علاقة وثيقة بين أي فكر يطلق على نفسه اسم الوسطي وبين أي فكر يطلق على نفسه اسم الجماعة مسلحة العبرة بالمصدر أو بالأدوات التي يتم بها تلقين الأفراد الفكر الاهتمام بالقشور الاهتمام بالموضوعات الظاهرية بالروايات يعني هناك فكر مثلا يطلق على اسم الفكر السلف الفكر السلف يحول أراء الفقهاء إلى عقيدة بل بالعكس أحيانا الأراء الفقهاء تخالف العقيدة الإسلامية فيعتبرون أن هذه المسألة مكملة للدين الفكر السلف يعتبر نفسه فكر علمي لا علاقة له بالإرهاب إنما من خلال هذا الفكر السلف يعرف الناس حديث بعست بالسيف بين هذه الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خلف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم ثم قاموا أو أقاموا تفسيرا لهذا الأحديث بأنفسهم ثم دعوا الناس إلى عبادة تفسيرهم هم لهذا الحديث الفكر لقوى المسلمين كان يعتمد في الحقيقة في البداية على فكرة الدعوة والإصلاح ومقاومة الإنجليز إنما بعد ذلك تطور إلى تكوين تنظيمات سرية وإلى خلايا واستخدام العنف واستطاع التنظيم السري في الإخوان أن يعود مرة أخرى بعد عودة المرحوم والصف المشهور وأن يسيطر على جماعة الإخوان ودخل هو في مجموعة العنف بعد صورة 25 يناير السلفية الجهادية بدأت تحث الناس على الجهاد من خلال كتابة الطريدة الغائبة وتطورت بعد ذلك إلى فكر مسلح ثم كونت طلبان وأيمن الزواهر والجماعات الأخرى التي نشأت عنها إذن قد يظهر أمام البعض بأن هناك انفصار بين هذه الأفكار إنما نحن نرى أن هناك وريد يصل أو شريان بيصل بالدم إلى كل هذه الأفكار كل يأتي في توقيته وكل يأتي بمنهج العلم والحكام في الدولة العربية هي الممولة لهذه التنظيمات مجتمعة ممولة بغرض سياسي كما فعل السادات ممولة بغرض الظهور بمظهر ولي العهد أو بمظهر ولي النعم أو بمظهر رعي الإسلام أو ما شكل ذلك المهم أن كل دولة تختص بجزء تأخذه من الإسلام لمحاولة تدفاء القدسية على نفسها عندما نذكر اليوم الإرهاب عندما يتم تصبح الإرهاب فورا يتم ربط ذلك بالإسلام والمسلمين وإلى درجة ما هذا واقع كيف السبيل لتغيير هذه الصورة التي التصقت بالمسلمين والتصقت بالعرب تحديدا الحقيقة أن هذا الكلام إلى أي مدى تعتقد أن هذا الموضوع صحيح أن هذا الكلام ليس كل خطأ يعني إلصاق الإرهاب بالإسلام والمسلمين يحدث لأننا نريد حتى نحن الذين نرى غير ذلك نريد أن يلتصق بنا ذلك الإرهاب كحكام كسياسات نريد أن يلتصق بنا ذلك الإرهاب لا نريد أن نغضب هؤلاء الإرهابيين لأن الإرهاب يبدأ بالفكر يبدأ بمناقشة الكلمة الحكام في أغلب الوقت يتحالفون مع الإرهاب بصورة أبو أخر يعني على سبيل المثال الحديث عن عدم جواز تهنئة المسيحي نتدوله في الإعلام عادي عادي جدا تعالوا نتكلم عن عدم جواز فنتناوله على أنه دين جواز أو لا جواز ويناقش المزيع القائل بهذا الكلام على أنه المسألة قابلة للإقناع أو غير قابلة مع أن المسألة جريمة تمس أمن مجتمع بالكامل يعني إذا وجد قرص مخدر مع إنسان بتحكمه بجريمة تعاطي أو إتجار فما بالك بهذا الموضوع إذا كان الإخلال بالمجتمع بنفسه بكل المجتمع طبعا ولذلك بتعتبر جريمة مشترك فيها عناصر كثير أهم حاجة إن مش إن احنا نضع قاعدة بتحكم موضوع هو مش الإرهابين بس اللي بيستغلوا الدين من أجل التسلق على السلطة لا كثير جدا من عناصر السلطة بتستغل الدين عشان البقاء في السلطة أو إعطاء بريق للسلطة محدش عنده قدرة على أن يواجه صراحة الأمور وأن يضع الأمور في النصاب لذلك إحنا لما بنيجي نبحث هذا الموضوع بنبحثه من خمسين جانب ما ينفعش من جانب واحد طريقة التدريس لا يستطيع أحد أن يصل إلى طريقة التدريس أو ينتقدها لأن هناك صنم يعبد اسمه طريقة وموضوع التدريس سواء بها في الأظهر أو في غير الأظهر أو في السعودية سأتي إلى موضوع التعليم تحديدا والمناهج التعليمية ولكن أنا أود التركيز أيضا هنا على السؤال الأساسي وهو علاقة الأخوان المسلمين بالحركات التكفرية كان الإخوان المسلمون تحديدا يحاول الظهور بمظهر المعتدل أمام الظهور للغرب وفي المجتمع أنهم المعتدلون والآخرون هم المتطرفون والتكفريين وإلى آخرين ولكن في الحقيقة كان هناك علاقة وثيقة ومباشرة وأحيانا غير مباشرة بين هذه التنظيمات إما بالتمويل أو حتى عديد مؤسسي هذه الجماعات هم أصلا جاءوا من حركة الإخوان المسلمين هو على أي الأحوال بالنسبة لتصنيف الإخوان المسلمين في الغرب هذا تصنيف نافعي يعني هم حينما يريدون أن يجعلوهم في منطقة وسطة معتدلة يجعلونهم كذلك لإضعاف الآخر أو لاستخدامهم في مواجهة الآخر وحينما يريدون أن يعتبرونهم إرهابيين هذا التصنيف لا نعتمد عليه إطلاع إنما في بذور وفي أعماق كل مؤتد المتطرف كيف مثلا في سنة 1976 كتب الشيخ الخطيب فتوى بأن الكنيسة إذا هدمت لا يجوز من أهمار الآخر هذا الكلام منذ حوالي 40-50 سنة نحن نتحدث في سنة 76 الآن نحن نتصارع من أجل قانون يجيز بناء الكنائس انظر إلى الخطوات التي مشينا فيها هل هذا الأمر راجع إلى فكر إرهابي لا الشيخ الخطيب كان إخوان مسلمين الشيخ الخطيب إخوان مسلمين والشيخ الخطيب حينما قالها دي الفتوى ما كانش يتخيل إن بعد 50 سنة في سنة 2016 نيجي نعمل قانون بناء الكنائس نجد نفسنا متأثري بفتوى الشيخ الخطيب طب مين اللي زرع هذه الفكرة اللي زرع الفتوى الدينية التي أطلقت في مجلة الدعوة في عم أفستس لكن هذه الفتوى أصبح لها أنصار وأصبح لها الشيء الغريب أن يردد هذا الكلام في الإعلام بمنتهى الوضوخ ودون حسبة على أنه شيء فكري يعني أن تتحول الجريمة على أنها فكري أمنع إنسان من أن يصلي أو يبني كنيسة ثم بعد ذلك تجد نفسك حينما تقول بغير ذلك يتهمك الآخرون على أنك فردت في دينك أصبح هذه مسألة دين وأصبحت هذه الأفكار دين حينما تناقضها أنت وتقول أن من حق المسيحي لكن الرسالة العمرية ويحتاج إليك بقصص يا أخي الفاضل أنا لي قرآن هذا القرآن سوى بين الناس سوى بين وإذا حكمتم بين الناس يعني تحكموا بالعدل تسيب أنت بقى دي وحتدخل معايا في الرسالة العمرية وتدخل معايا في تفصيلات الناس صنعوا لها صنعوا لها بريقا خاصا كل واحد شاف من منظاره ثم أرادوا لنا أن نعبد هذا البريق هذا النموذج للمجتمعات حينما يسيطر عليها الخوف من الظهور بمظهر الواعظ الصحيح وبالتالي كل فكر معتدل يحمل جواه بزر إرهابية على الأقل لكي يستميل إعجاب الناس كلما تحدث بطريقة فيها إرهاب أو فيها إصدراء أو فيها تحقير للآخر يميل إلى اكتزاب إعجاب المناصرين له كأن يقول مثلا أن الحاكم كافر هذه أفضل من أن يقول أن الحاكم ظالم والحاكم ظالم أفضل من أن يقول أفضل له ولمصنع من أن يقول أن الحاكم أخطأ لأن كلما أنت ظهرت على جسد الحاكم كلما أثرت أعجاب الذين يتظلمون منه بالذات لو كان حاكما ديكتاتورا أو مرفوضا فتشع فكرة التكفير بين الناس وفي هذه أمثلة كثيرة الحقيقة يعني عشناها مش مجرد تحدثنا عنها في الكتب والموضوعات لا عشناها وعيشنا أن الإعجاب دائما يأتي على جثة الحكم الفقهي دائما يعني استخدام الدين كوسيلة لمقارب على كافة المستويات حزبية أو شخصية أو سياسية على كافة المستويات أتابع معك الموضوع في قضية أخرى موازية وهي قضية التعليم بمعنى الآن عندما نتحدث ونقول داعش وما تمثل داعش كتنظيم إسلامي يعني علينا أن لا ننكر أنه هم مجوش من القمر هم مسلمين وعرب وجزء منهم بالأساس مسلمين هم مننا لكن للأسف الشديد طريقة تربية ووضع المناهج التي وضعها الحكامنا ودولنا ووزارات التعليم في العالم العربي والإسلامي تزرع في كل واحد فينا داعش يعني نلحظ أنه حتى هذا الفكر المتطرف والذي يقتل بالأساس المسلمين تجد له أنصار بيننا إلى هذه الدرجة وصل ربما أقول الانحطاط في طريقة التفكير وفي طريقة وضع المناهج في الدول العربية بالتحديد ألا ترى أنه بالأساس لمحاربة يعني عندما نقول محاربة الإرهابيين ربما الحديث هنا ستحارب جماعة لفترة بسيطة قد تنجح وقد لا تنجح تقتل واحد يطلع خمسين الفكرة هو أن تحارب مصدر الإرهاب يعني الإرهاب نفسه وبالتالي كما تفضلت وكما تقول أن الإرهابي الموجود الآن سينتهي بعد عشرين عام ولن يكون له أثر إذا ما حربت الفكرة التي تزرع يعني هي تعمد كما تقول حضرتك يعني تعمد النظم والأفكار والطرق والأساليب وبالذات جهات الأمن إلى قتال الإرهابيين مش الإرهابيين نعم وهي لا تعرف كيف تقاتل الإرهاب وأحياناً لا تعرف كيف تقاتل الإرهابيين فتصطنع قصص إرهابيين حتى توهم الناس بالنجاحات هي عايشة الأسلوب الوظيفي بينما الإرهاب وقومته أسلوب اجتماعي مش أسلوب وظيفي مش هينفع فيه الأمن يعني يجب أن تستخدم الإعلام والبعد الاجتماعي والمناهج وخطة متكاملة خطة متكاملة يعني الإرهابي هو ليس إرهابي إسلامي وهو ما عندوش مصدر إسلامي يقول له كن إرهابي إنما عندو مصدر نفسي يجعله يلجأ لاستخدام أسلوب مظهر نفسي زي الإنسان اللي بيضرب مراته بيضرب مراته عشان هو شعر مثلاً بأعلوها في الراتب هي اللي بتصرف هي لها كلمة مسموعة يحاول تحقير هذه الزوجة أو يحاول أنه هو يعلو بنفسه أو زي الإنسان اللي بيقتل الكلاب في الشوارع مثلاً عنده أسلوب عقدة صغير من الكلاب أو كده مسألة نفسية بحتة هذا التميز الذي يحصل عليه الإنسان من خلال انتماؤه إلى فكر متطرف تميز نفسي راجع إلى خلفية مرضية هذه واحدة الثانية التمويل كان في البداية التمويل العربي دلوقتي أصبح التمويل الأوروبي دي مسألة تانية التمويل العربي كما فعل القذافي في عهد أنور السنة حينما مول التكفير والإجراء التكفير والإجراء هي اللي قتلت الشيخ الدهبي بتمويل ليبي وشكر مصطفى حينما قبل أن يمول من ليبيا أوجد لها حكم شرعي قال أحصل على أموال الشيطان لمقاتلة الشيطان ما فيه جسل من الفتاوي على طول هو يأتي بحكم شرعي صديقه عبد الرحمن اللي كان شريكه في التنظيم قال له تحصل على أموال الشيطان لتقفر الشيطان إذن الغاية عندك تبرل وسيلة قال له إذا كانت الغاية إسلامية فليذهب مدونها إلى الجحيم على طول راح جايب الفلسفة وجايب الحكم الشرعي مع أن حضرتك لما تشوف شكر مصطفى كان يدعو إلى خزعبلات لكن جمع أنصار بالألاف حالة نفسية حالة نفسية وتمويل أوروبي وقلة وعي في مجتمعاتنا القلة الوعي متعمدة يعني أنا لا أجد أن هناك وسائل وعي أنت لا تجد من وسيلة عند الدول غير الشيخ اللي قاعد اللي لابس أحمر وعم حمر وواحد بيسأله وخلاص يقعد يسأله فاي حاجة وأحيانا تجد برامج تضرب دي بقى برامج تكشف الجن والسح والمربوط ورد المطلقة في خلال ثلاث ساعات وإعلانات مكثافة على كل القنوات العربية حتى في قنوات كلها على الخزعبلات والمس والسحر والأمير والشيخ المغربي يعني أنت تزرع الفتنة والجهل من خلال خطة غير متكاملة مين بيكملها لك بقى البعد النفسي البعد النفسي وحتى الآن كمان عنصر الدولة أنه ما فيش دولة حاكمة التمويل الأجنبي حتى هذه اللحظة يعني أنت في مصر مثلا تحفظنا على أموال الإخوات إنما ما فيش منظمة بتمويل من أمريكا تحفظنا عليها ولا حاكمناه وحتى الستة الأمريكان اللي هربوهم أثناء المحاكمة هربوا في زمن حكم المجلس العسكري الأول وفي حكم مرسي وبمعرفة خارة الشهر إذن الكل متفق على أن ضايرة الإرهاب دي لابد أن تستخدم لابد أن تستصمع محدش متفق مع حد اتنين مفيش اتنين بيقولوا ضايرة الإرهاب يلا نقضي عليها مفيش حد بيقول كده إنما بيقولوا يلا نقضي على الإرهابيين أنت تريد أن تقضي على الإرهابين الذين يضايقونك بس لكن لو رحلوا إلى عالم آخر أو إلى دولة أخرى مش مشكلة مش مشكلة ولذلك لم تجد أي مشكلة عند مصر مثلا لما تضرب برج التجارة مثلا أمريكا هي التي عانت لماذا؟ لأنها هي التي كانت تمول طلبات أمريكا عانت وبعد أن كونت أمريكا داعش في الدول العربية أمريكا لا تتم كثيرا بالدول العربية لأنها هي دفعة ثمن المسلمين والعرب هنا بالضبط لأن داعش توجه الأسلحة تجاهنا وبأسلحة أمريكية كلها يقص إيه ما فيش ما عندهاش أسلحة شرقية كتير لأن حتى روسيا الآن تضرب داعش وتضرب التنظيمات الأخرى المسألة هي مسألة المصالح بتتعدد إنما هل إحنا بقى كمسلمين فعلا حرصين على إن إحنا نجيب مصفى ونصفي مصدر ومنابع الإرهاب ما أعتقدش إن إحنا حرصين لأن ما عدناش قاعدة لغاية دلوقتي علمية جادة نتكلم فيها ولكن الآن الشعوب العربية تدفع ثمن بالدم طبعا ولبي أعوانهم لبيا والآن سوريا والعراق ومصر ربما يعني حتى تركيا حتى وإن كان بشكل قليل بصر يعني في سيناء نلاحظ أن هناك حتى الآن يعني عمليات إرهابية ثمنها الدم سيدي مرسي لما جي الحق أراد أن يستعين بجيش من الدوحش البديل عن الجيش المصري فماذا فعل قتلت السادات طاف بهم في احتفال 6 أكتوبر ده عنوان ده عنوان اللي هم قالوا أن السادات كافر ولا بد أن يقتل وقتلوا معه 134 جندي من الأبرياء في أسيوت في 6 أكتوبر و7 أكتوبر و8 أكتوبر وحاكمهم حاكماتهم وحاكم المصرية بتهمة جرائم القتل العام عاصمة عبد الماجد أمير هذا القتل لأنه صاحب أكبر عدد 134 134 صاحب هذا القتل كان هو الذي يجب في أسيوت أكتوبر انظر هذا عنوان عمله مرسي مرسي ما يختلفش كتير عن مبارك ما يختلفش كتير عن كل حاكم أراد أن يستخدم الدين هو الراجل جي لأى الجو كده فأنا منا كمان يستخدم الدين عادي دين موجود وأي حد ما هيركبه وبعدين بدأ يفرج عن محمد الظاهري خد براء أبما من محكمة عسكرية وبدأ يظهر الأمراء حتى الذي قتل المحجوب وقتل فرق فودة أصبح رئيس حزب التنمية تنمية وبناء تنظر إلى الإسم ونحن أيضا سعدناه على أن يكرر هذا الإسم ثم قدمناه تلفزيون اللي هو صفوة عبدالغاني صفوة عبدالغاني الذي برعه القضاء من قتل المحجوب اعترف بذلك في 2011 والتلفزيونات استضافته أنا أذكر مثلاً أن أنا لا أحضر في التلفزيونات مع أحد فاستسمحوني أن أحضر مع صفوة عبدالغاني في أحد الظلام في قناة الجزيرة فوفقت وجدت أمامي شخص يعتقد حتس عن البلاء والتنمية تغير تغير شميل ثم بعد ذلك وجدت أن في داخل هذا التغير هو انتظار لتوقيت آخر بالاتفاق مع مجلس إذن المسألة أن الإعلام يشجع ويعني الآن قناة الجزيرة وغيرها تشجع الإرهاب هل يعني هذا أن قطر في منأة من هذا؟ لا قطر قابق قوسينة أو أدنى من التفجيرات والحركات الإرهابية قريباً جداً قريباً وسيتعجب العالم هذا لماذا؟ لأن كل إنسان بيزرع في حدود رؤيته ولا ينظر إلى بو إيا دي كانت السياسة اللي بتقوم على مقاومة الإرهاب إن كل واحد بيحاول يبعده عن نفسه مش إنه يقضي عليه في الأرض طب يعني أنت تحدثت باقتضاب عن موضوع التنظيم السري ودور التنظيم السري بالنقلة يعني بدأ التنظيم السري أصلاً من بدايات تأسيس وإن اختلفت التسمية من بداية حركة الإخوان المسلمين مع ببداية التسعينات أعيد أحياء التنظيم السري وسيطرة المتشددون يعني أقول في حركة الإخوان المسلمين على الحركة إلى أي درجة كان ارتباطهم ارتباطهم مباشر بالحركات التكفيرية وتمويل الحركات التكفيرية هو موضوع التنظيم السري ده التنظيم السري ده لابد أن نشرحه بس باختصار عشان ناس تفهم إيه اللغزة بتاعه هو كل نظام ديكتاتوري حريص على أنه يظهر نوع من أنواع الديمقراطية بس يتحكم هو تنظيم السري أول ما ظهر كان فيه حاجة اسمها عوامل إخوان عوامل إخوان يعني البقر اللي ما بيفهموش من وجهة نظر الصفوة دايماً فيه صفوة بتعتبر نفسها فوق البشر يبقى أنا أعمل إيه علشان ما خليش عوامل إخوان والجهلة لو عملت له منتخابات يختاروا واحد تاني غيري وأنا عايز أفضل إذن نعمل تنظيم خاص نفهمه مفاهيم خاصة ونستطيع أن نجمعه وقت ما نريد ونتحدث معه وقت ما نريد وهو اللي يحكم الجماعة في كل الأقطاع كل الناس بتعمل كده كل الديكتاتوريات بتعمل كده حسن البنة عمل كده عمل مجموعة خاصة جدا يقدر يوجهها فتستجي إنما هذه المجموعة زي ما كانت خاصة جدا ألبت على حسن البنة نفسه وبعدين ما بقتش تسمع كلامه وبدأت تقتل وهو ما قال لاش تقتل وبدأ يطلع رسالة اسمها رسالة الاعتذار دي متشالة من بعض المجموعة الرسائل لكن موجودة في المجموعات الأصلية موجودة رسالة الاعتذار بيعتذر عن حرق اليهود وبيعتذر عن قتل الخزندار وبيعتذر عن النقراشي وبيعتذر عن عشيات كتيرة جدا إلى أن قتل هو ثقرا لهذه الحوادث طيب انتهت الفكرة بأن حسن البنة قال لو استقبلته من عمري ما استدبرت لعودت بالإخوان إلى عهد الأوراد ولا قمت بحل هذه التنظيمات لكن خلاص التنظيمات دي بقت قوية وهم حتى بدأوا يقتلوا لجواهم يعني سيد فايز نفوذ ونزاعات سيد فايز أعتلوا عما بعتلوا علبة قبل الناس ما تخترأ الفخوخ بعتلوا هدية مفخاخة بيفتحهم فجر دي فكرة التنظيم الخاص هل انتهت لا ما انتهتش استمرت استمرار الفكرة والقضايا الأخرى سأناقشها معك ولكن بعد استراحة قصيرة في القدس رائحة تركز بابلا والهند في دكان عطار بخان الزي في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من العنجيل والقرآن في القدس صلينا على الأسفل في القدس من في القدس إلا أنت في القدس دب الجند منتعلين فوق الغايم في القدس رغم تتاب إنك بات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين مرة أخرى أعزائي المشاهدين نرحب بالأستاذ مختار نوح ضيف هذه الحلقة كنا توقفنا أستاذ عند التنظيم السري لكن سؤالي هو أن أعضاء التنظيم السري هم بالعادة منتقون بشدة يتلقوا تدريبات خاصة أيضا طريقة تربيتهم وطريقة ولائهم وطريقة نظرتهم للآخر طريقة دونية هل تستطيع أن تؤكد ذلك أنه هم أفضل من البشر هم فوق مستوى الآخرين حتى أعضاء الحركة يعني حتى أعضاء يعني من يدخل التنظيم السري في حركة الإخوان المسلمين هو أعلى رتبة ومنزلة من باقي أعضاء الإخوان المسلمين طبعا يعني هذا في منهج الدراسة والتكوين هو لازم يشعره بذلك عشان يقدر يخليها استحل بعض الأمور يعني تزوير الانتخابات مثلا أما يجي يختار منطقة زي منطقة شبرة مثلا عايز له مكتب مكتب الشعبة مثلا لابد أن اللي حيقوموا على الشعبة من المعينين يزوروا الانتخابات فلابد أن يكون عندهم المبرر النفسي والشرعي على أن هذا الفعل جميل محمول لذلك في اتخابات الرئاسة في مورسي مثلا زورة الانتخابات ومنع المسيحيون في كثير من المناطق أنهم ينزلوا بالقوة بالنار هذا المبرر أنه مستحيل أن نترك الأقل فضلا أنه ينجع إزاي؟ وإزاي نخلي المسيحيين يختاروا دور رعاية مش مواطنين يعني فدايما بيبقى عند التنظيم السري المبرر هذا التنظيم السري استمر بتلك المفاهيم في الستينيات إلى أن قبض عليه عبد الناصر في قضية راغم أن القبضة الأولى أو الحبسة الأولى كانت في خمسين حاجة وخمسين الحبسة التانية كانت ستينيات فاعتقد البعض أن فك التنظيم السري انتهى لما أفرج عنهم السادات أرادوا أن يخرجوا جس نبض فخرجوا إلى الخارج والمهاجرين منهم لم يعودوا حتى الآن عادوا بعد أن اطبع نفسهم إلى أن التجربة جدة وخافوا من أن عمر التنظيم يسيطر على التنظيم في حينه نعم وقد سيطر عمر التنظيم فعلا لأنه أتى بشباب جديد من خارج الإخوان من الجامعة شباب الجامعة الإسلامية عبد من عبد الفتوح وأصام العليان أتى بشباب جديد فكون جماعة الإخوان تختلط من حيث الشكل مع ذلك نجح التنظيم السري مرة أخرى وعمر التنساني في غرفة الإنعاش وفي الغيبوبة جاء مصطفى المشهور اللي يبدأ حركة لاستعادة التنظيم السري مرة أخرى وبدأ يضع محمود عزاتو والشاطر وإلى والشاطر الشاطر لم يكن له دور هناك محاولة في قضية اسمها قضية رقم 122 نسان 83 محاولة لتكوين تنظيم سري انقلابي ضد عمر التنساني وقبض عليها ولم يعرف عمر التنساني بذي الواقع إلا بعد أن طلعنا على التحقيقات كنت أنا في ذلك الوقت الرسول الذي أتى بهذه التحقيقات إلى عمر التنساني عشان يعرف أنه فيه تنظيم داخل التنساني أنت كنت مستشار للمرشد دائما أي مرشد كان بياتي يعني كان يطمئن دائما لأراء السياسية فمن هنا كانت المشكلة بتاع التنظيم السري إلا أنه نجح تماما في عمقات سعيد سيطر على الجماعة تماما فلما قامت صورة يناير اتخذ التنظيم السري قرارا بعدم المشاركة فيه ولا المشاركة فيه أحداث قتل خالد سعيد التي قام بها البلدعي وقام بمزارات اللي هي تمهيد لإسقاط مبارك إلا أنه بعد قيام الصورة بأربعة أيام حدث عدول كامل يقال أن حدث اتفاقات أمريكية إخوانية وأنه أنا الأوان للوقوف على جثة مبارك أنا الأوان وجدنا اتفاق سواء في المجلس العسكري أو في الإخوان أو في المنظمات المدنية أو 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 على هذا القرار وسقط حسن مبارك سريعا سريعا ولاحظنا أن التنظيم السري هو الذي يحق في ذلك الوقت علمنا ما معنى التنظيم السري يخطط جيدا وينجح جيدا نجح في أن يسيطر على الاتفاقات وعلى الإخوان لكنه لم ينجح في إدارة البلاد لأنه لم يتعود لا على الديمقراطية ولا على احترام الآخر ولا على الفكر الشعوبي كيف يتعامل مع الشعوب هو يتعامل في الخطور لذلك لا تجد مانع من أن يكون في مجلس المزرع مثلا بائع أو في السيلز يعني بائع بالعمولة يحط وزير وزير اقتصاد ليه أنا ما عنديش أثق فيه وعندهم مادة الثقة قبل الكفاءة لا مانع من أنك تجد عشرة في مجال حقوق الإنسان هم منهمش علاقة بحقوق الإنسان أصلا ولا يعرفين عنها على الثقة هم يثقوا لأنهم أعضاء في التنظيم السري أو مخلصين وتكون ترشحات تنظيم الخاص وترشح مرسي نفسه كان من التنظيم الخاص من خيرت خيرت كان يعلم أن أمريكا والمجلس العسكري يرفضونه ويعلم أنه احتمال هو كان يقاوم من أجل أن يكون هو الرئيس كان يقاوم حتى الأمريكان كان نفسه هو الرئيس إنما نزل واحد احتياطي من التنظيم الخاص اللي هو مرسي ولا أحد يعرف حتى الآن ما هي مؤهلاته أو كفاءاته غير أنه ترشح في مجلس الشعب ونجح بأصوات الدعاية التي تحتمي وتستثل باسم الدين إنما في الأداء كان عادي التنظيم الخاص هو كل شيء سيطر ونجح وقاد وحكم مصر وأسقط الإخوان بمجهود فردي طيب للعلم يعني للمشاهدين نقول أنه حركة الإخوان المسلمين لا يعني أن تكون في الحركة أن تكون بالتنظيم السري الذي يحكم هناك شقين الحركة العامة حركة الإخوان المسلمين وحركة أو التنظيم السري واللي هو مرتبة أخرى أو وضع آخر من يدخله هو الأكثر من وجهة نظرهم كفاءة وقدرة وتحمل ولا ولكن لأن عموم الإخوان لا يريدون أن يصدقونك في هذا فهم مؤيدون بمعرفة أو بغير معرفة كما يقولون حتى له له تقوص يعني دخول التنظيم السري له تقوص خاصة تقوص لا يعلمها أحد قسم وغرفة مظلمة وطريقة تدريب يعني يعني يدربه على ألا يناقش مسألة تصطدم بالعقل فيدربه على ذلك مسألة الثقة في القيادة عند الإخوان عادي الأخ مرسي راجل كويس وبتاع ربنا هذه ثقة عامة إنما الثقة الأخرى أنه ملهم موهوب رباني وأن الحركة ستعود ده كلام تاني كلام غيبي يشبه كلام الأئمة في الشيعة وكلام عودة المهدي المنتظر حاجة كده أشبه بملء الدماغ بالخرافات والخزع بالات آه عشان ما يفكرش ولا يمكن واحد يعرف أن التاني في التنظيم السري ولا يمكن واحد من عموم الإخوان يعرف أن مين في التنظيم السري يعني أصم لأريان مثلا مش في التنظيم السري إنما ظل يستخدم من التنظيم السري حتى إذا ما نجح في الانتخابات في التصعيد رفض صوت التنظيم السري على عدم دخوله حتى أدى الطاعة الكاملة والولادة البلتاجي مثلا ليس من التنظيم السري مثلا رغم أن كلها أشخاص ضحت وفي السجون الآن وضحت من أجل الإخوان وإنما في الحقيقة هم مخدوعون لأن التنظيم السري يجوز له أن يستخدم المخدوعين دي مبادئ دي نظريات بيتربع عليها الفرد لكن مش شرط أنه يعرف اللي جنبه أنه يفتون بالتنظيم السري طيب أنا سأتوجه إلى موضوع آخر والحديث معك شيء طبعا الفجوة الثقافية والعلمية بيننا كمجتمعات عربية وإسلامية وفي عالمنا العربي تحديدا والعالم بقية العالم العالم في واد ونحن في واد آخر ولأعطيك مثالا للأسف الشديد نلحظ الآن في قنوات تلفزيونية ويناقش لمدة ساعات قضايا وفتاوي لا علاقة لها لا بالدين ولا بالمنطق ولا أنه أنا أدخل البيت بالإجر اليمين ولا بالإجر الشمال أنه هذا أسلم حرام ولا حلال يعني قضايا كثيرة والعالم في طفرة علمية فاقنا بمئات السنين دعني أقول أنا أعتقد أنه آن الأوان لتغيير طريقة تفكيرنا وطريقة التعامل حتى في مناهجنا وطريقة تربيتنا الدينية نفسها ألا نحتاج إلى ثورة دينية وتصحيح لمفهوم الدين في عالمنا العربي إحنا بعد فشل ما يسمى بالحكم التستر بالإسلام في مصر أعتقد أنه أنه فيه كتير شباب غير مفهوم المسألة كان بيزجن تحت هذه العباءة عباءة الأفكار اللي هي بتتحدث عن الشكليات لا منع من أن تناقش الرجل اليمين من رجل الشمال من دخول دورة المياه لا منع ناقش كما تعب لكن إذا كان هذا النقاش هو الوحيد فهتفضل طول عمرك في مجال الرجل مين ورجل شمال إنما لو أشركت مع هذا النقاش نقاش علمي آخر وتفتع وبناء شخصية خيادية وأشياء مثل ذلك هذه دور الدول دور الدول وأنا برضو أكاد أقول لحضرك أن كثير من النظم سعيدة بهذا النقاش النقاش بتاع يعني لغاية دلوقتي يعني اسأل نفسك سؤال أيها الباحث أيها الباحث لماذا حتى الآن تقدم البرامج في موضوع الجن ليه يعني تجد موضوع الجن خد 11 حلقة علشان في بيت بيتحرق لوحده في الشرقية يا سلام يعني 11 حلقة علشان بيت بيتحرق في الشرقية وبعدين يسألوا الناس وقعني يجيبوا الشيخ والشيخ ما يقدرش يرد ويبقى منظره وحش قدام واحد عمال يقوله أنا قرأت مش عارب فين فمنع والناس يروا أيوة قرأ ومنع دا تشجيع للدجل رسمي البيت اللي بيتحرق دا يعني بنتهى البساطة عرضوا كده للإجارة كماس كهربائي لا وعرضوا للإجارة وإحنا كلنا نسكن فيه ما فيش مشكلة لأن يعني ربما العفلية هو اللي يجري ما يسكنش فيه إنما هات تملى دماغ الناس بـ 11 حلقة حول بيت بيتحرق وحول جن بيتواجد وقطة بس مع صوت قطة بالكلام فوق هذا يعني أنا أعتقد أن هذا مطلوب هذا مطلوب للإعلانات ممكن وهو برضو استخدام دي من أجل التجارة هذا مطلوب للحكام لأنهم بيخافوا على صناعة القادة أنا أول مرة أجد في مصر صناعة قادة في أكاديمية خاصة عمل السيسي دي أول فكرة جات لرئيس أنه يعمل أكاديمية قادة صناعة قادة بحقه حي لأن أنا أعتقد أن الحكام كلهم بيتعاملوا مع هذا الموضوع بخوف وبجب يصنع قادة ليه فنصنع أوهان فتلاقي التلفزيون كده العيد جاي أهلا وسهلا رؤية الهلال حتبقى الشغل الشارك طبعا تعالنا نتكلف في التكبير برامج في التكبير نكبر إزاي مع أن التكبير كله سنة ولم يارد يعني مش والد فيه وساعات نكبر كده أولا نكبر كده ادخل بقى في موضوعات كثيرة جدا وادخل في الوضوء وادخل أنه فتاوى ويتصلوا بالتليفون وبعدين بعد كده برامج للأحلام أنا معاك الأحلام والرؤى جزء من النبوة الشخصية الإنسانية على أنها هذا كلام متعمد أنا بقول لحضرك هذا متعمد لذلك لم يكن غريبا أن بتاخد الطفل عنده 11 سنة في مصر ما بيخترعش أو إذا اخترع يضربوه يعني ما فيش مشكلة أو يدفع تمن البنزين اللي هجيبه في الاختراع وهو نفس الطفل يروح في مكان آخر يطلع مخترعا لأن هناك مناخ يشجع الاختراع مناخ يشجع الاختراع والمناخ عندنا يشجع على التخلص حقيقة وللأسف في خطة لذلك في خطة لذلك طيب أنا أنت وضعت الكتاب الأول ربما الذي أو الجزء الأول وهو الكتاب الأول الشامل كموسوعة الذي يتحدث عن الإرهاب منذ العام 1971 حتى العام 1981 مش هيك لا ده جزء الأول ولكن الفكرة يستمر لحتى 50 عام لنتحدث عن هذا أنا أعتقد أنه طلعت على بعض الأوراق كتاب مهم للقراءة والإطلاع عليه لأنه يحتوي على معلومات ربما يجهل عنها الكثيرون عما هو مكتوب هنا أنا أشكرك على النسخة التي قدمتها إلي عاوز أسألك هذا الكتاب وهذه الموسوعة تفند وتوثق كل العمليات الإرهابية التي حدثت ودور مختلف الجهات إما تمويلا أو تسهيلا أو بهذا تقول أنه أنت في مصر أول بداية الإرهاب انطلقت من هنا هذا ما تقوله نعم نحن كنا الحضن الفكري لكن بلاد أخرى كانت الحضن التمويلي نحن كنا الحضن الفكري يعني الرئيس السيدات لما أفرج عن الإرهاب وافق على أن يكون لهذا الإرهاب السيادة وافق على حرق الكنائس مثلا ضمنيا لا وافق نقول وافق مش ضمنيا لا وافق صراحة أنه ما يكون حاكم أحد وافق على تحقير الآخر فقام الآخر أيضا بالتحقير يعني صناعة مناخ الفتنة يعني لما حقر من أمر المسيحيين إعلاميا أصدرهم كتاب اسمه الحق هذا الحق طبع منه عشرات الطبعات وهو الحق يناقش يعني ما يسميه خرافات المسلمين فأصبح هذا المناخ صناعة السادات صناعة هو شجع ذلك وحينما أرد تأديب البابا شنودة مثلا تأديب البابا شنودة في مسألة رفضه لزيارة القدس لأن هذا كان ضد مناج السادات في التطبيع كيف أدبه أدبه عن طريق الزيارة الحمراء صورة أهمت والشرطة كانت بتشاهدها وقتل هنا وقتل هناك ودماء هنا ودماء هناك وهو يشاهد وفجأة ضرب الزرار كله تلم وتحطه في القفص ولن تجد قضية في التاريخ اسمها قضية الزوية الحمراء لماذا؟ وما فيش ناس تقتلت فيه تقتلت لكن احنا مش عايزين نعمل قضية اسمها الزوية مش عايزين متهمين وهكذا صرخة محلات الدهب خاصة بنصحية لم تقدم إلا حينما قدم تنظيم الجهاد فكانت من ضمن الاعترافات حرق كنيسة مصارة وسرقة محلات الدهب طب لماذا؟ لأن هذا المناخ مطلوب أدفع هذا بذك وداخل الحركة الإسلامية نفسها كان هناك دفع الإخوان بالسلفيين وصل الأمر أن الجماعة الإسلامية كانت تضرب الإخوان مثلا بالمطاول والسيناء والأسلحة والعكس صحيح والعكس صحيح في أماكن أخرى كانوا الإخوان فيها كثرة كانوا يقومون مؤتمرهم صفهم الشهور فإذا ما جاءت الجماعة الإسلامية كرم زوديو والمجموعة قبل رجوعهم وتوبتهم إذا ما جاءوا لمنع هذا وجدوا سيناج والسيوف هذا المناخ كان مطلوبا يعني في وقت ما كانت حركة الإخوان المسلمين تحاول استخدام الآخر في قضية العنف ولكن في مرحلة لاحقة ومرحلة قريبة هي دخلت يعني لم تنتظر الآخرين ليقوموا بدورها ظهرت على حقيقتها هناك تنظيمات سرية قامت بأعمال عموم الإخوان منها بريئة مثل مثلا حادث الرئاسة يسمونه الاتحادية نعم حادث الاتحادية حادث الاتحادية هذا تنظيم خاص جدا فتح السجون تنظيم خاص جدا عموم الإخوان منها بريئة لكن عموم الإخوان بحكم استجابتهم لوهم الثقة في القيادة هم يؤيدون هذا ويبركون ويبركون ويبرئون أحيانا بدون علم فهي الجريمة تختلف من حيث الموضوع إنما أعلنت الإخوان في رابعة عن تحالفها مع القتل والنهب والتخريب حينما جعلت أميرهم وسيدهم عاصم عبد الماجد وطرق الزمر وعبد الزمر اللي قالوا حتى قتلهم في النار وقتلانا في الجنة وقتلانا في النار منهم دي بقى إحنا كلنا الشعب المصري يعني أنا من الهم يعني من الصعب أن تعرف أنت من هم أو نا نا ولا هم لأنه قالها على العموم بعد كده كل واحد يكتهد بأن يعرف هم من نا ما فيش مشكلة بلا شك وسؤالي الأخير هذا بلا شك أنه حركة الإخوان المسلمين تلقت ضربة قاسمة بعد أن خرج الشعب المصري على مكرة أبي تقريبا ليقول لا لهذه التجربة هل تعتقد أنه حركة الإخوان المسلمين بالصيغة التي نعرفها انتهت أنا لا أقول عن المدى الحالي ولكن عن المدى المتوسط والبعيد هي تحارب الآن في إضعاف الواقع وتساعدها أوروبا وأمريكا تساعدها من خلال حصار الدولار تساعدها من خلال ثلاث الفتن استخدام الألة الإعلامية خمستاشر حاجة يعني مش وقت البرنامج نتعب ساعدتك فيها إنما هو فيه خمستاشر حاجة الغرب وأوروبا تساعد الإخوان في أنها تضعف من هذا النظام لأن هذا النظام عندنا في مصر نظام عنيد لا يستجيب لأمريكا ولا الغرب هو يستجيب لأشياء أخرى في دماغه دماغه لحاملة الطائرات في دماغه عايز يبني مصر الجديدة مصر الكبير سواء بقى نجح أو فشل إنما الإخوان ليس عندهم استراتيجية بناء الإخوان مرة أخرى دي مستحيل إنما عندهم استراتيجية هدم الموجود لأن هدم الموجود يحقق مسألة الانهيار اللي بعدها ممكن يظهر شئ ثالث عصام حجي البلدعي شيء ثالث يبقى وسط بالاتنين يبني الجسر اللي يرجع منه تاني الإخوان على مدى السنة هم الآن لا يؤمنون بنظرية السادات اللي حيفرج عنهم مش هيحصل إنما هم يؤمنون بنظرية خلق سادات أو خلق شخصية أخرى من خلال الفوضى العلمة هي دي خطة الإخوان ببساطة ستجد على الفيسبوك حملة رهيبة جداً ومنظمة لإضعاف النظام القائم وحملة يساندها أيضاً رجال الأعمال لإحداث أزمات الأقتصادية يساندها رجال الأعمال بعض رجال الأعمال حتى نقول نعم بعض رجال الأعمال نعم وبعض الدول الشقيقة. وبعض الدول الشقيقة. كل هذه الحملات هم خمستاشر عنصر من العناصر. المطلوب الخلاصة. ايه المطلوب؟ المطلوب ان تهتزل ثقة. والشباب اللي موجود ده يقول لك واحنا شوف ده حاجة عادلة لانه مش شايف قدامه غير الوضع الحقيقي. لما تيجي تكلموا عن المؤامرة الكبرى او عن او عن هو في حالة انهزام شديد. الاخوة انا عايزة هذه الحالة علشان تخلق من بينها اخر يجيب لهم الجسر. سادات جديد. ولكن تجد هذا صعب. مستحيل ان تقول الاخوان لان الرفض ليس حكومي. لو الحكومي اقول لحدك ممكن. لان الحكومة دائما صاحبة مصالح. اي حكومة. اصبح الرفض شعبي. لان الشعب سيرفض من يقبله. جرب. الشعب جرب. تماما. انا بعتذر منك استاذ مختار وقت البرنامج انتهى. الحديث معك كان حقيقة شيق. ونرجو ان يكون لنا لقاء اخر. بسم كل المشاهدين شكرا جزيلا. اعزائي المستمعين والمشاهدين الى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة